في مطلع يوليو من العام المقبل 2020 سيبدأ المركز الوطني للأرصاد الذي يعنى بالبيئة في السعودية مهام هو تقديم خدماته لإبراز الدور الأرصادي والمناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أنشئ هذا المركز بأهداف معينة وسط أو ضمن إطار مؤسسي تنظيمي كذلك يهدف المركز إلى الاستثمار على المدى البعيد هناك أيضا نية للحقيقة بيع خدمات الأرصاد أو بعضها لأن هناك خدمات أو معلومات سيادية سيقوم هذا المركز الذي يشرف على ستة مراكز إقليمية وعالمية بتطوير قطاع الأرصاد بكافة خدماته ورصد الظواهر الجوية والبحرية وتوفير البيانات الهامة للقطاعات المختلفة من مقره الرئيسي في جدة الهدف الأساسي منه هو سرعة إيصال المعلومة للجهات المعنية والمستفيدين والجمهور بدقة عالية وسط معايير دولية تحكم هذه الدقة المركز الوطني للأرصاد سيحل بديلاً لهيئة الأرصاد وحماية البيئة بعد أن أصدرت السعودية قراراً بإلغائها ضمن خطة تطويرية تعنا بالقطاع البيئي كأحد برامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 من جدة فؤاد المالكي العربية